نفع المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرية وفي هذا الإطار أوضح المركز الأعلامي أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتغضع للسيادة المصرية وستظل كذلك موضحة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثماري في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري أكدت الوزارة أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء من المصريين أو الأجانب بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية وفقا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية هذا المرفق مشيرة إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستأول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة ترجمة نانسي قنقر